أهلا بكم جميعاً وشكراً على تواجدكم معنا في هذه النسخة الخاصة من حوارات المعرفة من معرض أبوظبي الدولي للكتاب وتأتيكم هذه الجلسات من مؤسسة محمد براج المعرفة مع الـ UNDPR بعد محاولة النقاش وتعرض لموضوع الاستدامة من خلال المساواة من خلال الغذاء والأمن الغذائي وفي جلسة الأمس التي تعلق بها التدوير اليوم نريد أن نتحدث عن أهمية هذه الخطوات الجمعية التي يجب أن نقوم بها لتحقيق الاستدامة المواضيع الأساسية التي سنتعرض لها اليوم هي تتحدث عن الدور الثلاثي في النقاش من خلال مناقشة التحديات التي تواجه المدن المستدامة بناء المشاركة والشمولية في هذه المدن والتجربة والاختبار ونحن هنا يسعدنا أن يكون لدينا أحد الأشخاص المعتبرين في مجال الاستدامة السيد شايلندرا كاوشيك شكرا على تواجدك معنا هنا شايلندرا هو مؤسس لـ Cities Forum وهي منصة عالمية استراتيجية للاستشارات للوصول إلى المدن المستدامة شايلندرا لديه خبرات لا تقل عن عقدين من الزمن في تمويل المشاريع والاستدامة ولديه الخبرات المعرفية الكبيرة التي ستشاركنا بها اليوم اليوم يعمل في دبي كاستشاري في الكثير من المناحي المتعلقة بالتنمية المستدامة المدن الذكية التخطيط المبني على البيانات والتحول إلى التنقل الإلكتروني قام شايلندرا بالعمل الطوعي في الكثير من الدول مثل مناطق أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا وأستراليا ونيوزيلندا في كثير من دول العالم بالاختصار وخبراته أيضا تتعدى فكرة الاستشارات التقليدية أيضا هو يعمل كمدرب ومرشد للشركات الناشئة في التحول الرقمي للأبنية دعونا نخوض في هذه الجلسة والتي هي بعنوان توحيد الجهود من أجل عالم مستدام شايلندرا بخبرتك الكبيرة في التخطيط العمراني وفي المدن المستدامة وغيرها لا يساعدنا الانتظار أن نستمع إلى المعلومات التي ستقدم علينا وأيضا هناك بعض المصطلحات التي سنتعرف عليها شايلندرا يعني هو ملك الجبل هذا معنى اسمه وهذا أمر جميل جدا نعم شكرا لك على هذا التعريف الكبير الجميل منك لأنك قمت بتعريف كامل وشامل أنه من دواعي سروري وأنا أتشرف بتواجدي معكم هنا لنناقش موضوع الاستدامة في المدن لأنه موضوع هام جدا ما أريد أن أخطط بمشاركته معكم اليوم هو أولا مصطلحات الاستدامة المتعلقة باستدامة المدن وأن ندرس بعض القصص والقضايا التي يمكن أن تكون أمثلة وأيضا دور الأمم المتحدة في هذا الموضوع هذا هو عنوان هذه الجلسة وهو توحيد الجهود من أجل عالم مستدام فيما بعد يتخطى الحدود فبالتالي هو مشكلة قد تتعلق في الهواء والهواء لا يمكن أن يحدد بمكان معين الاستهلاك الذي يمكن أن يتم إنتاجه في دولة ويتم استهلاكه في دولة أخرى فبالتالي جهودنا الجماعية كيف يمكن أن تكون في جميع نحن العالم حتى نصل إلى الأهداف التنموية المستدامة ونتغلب على هذه القضايا والمشكلات التي تواجهنا والتحديات في البداية ما نقوم به هو نحن عبارة عن شركة للتخطيط الاستراتيجي والتي تتخصص في قطاع المدن المستدامة وهي تجربة ممتعة من نسبة لنا وهي هذه المؤسسة تم إطلاقها من جامعة أوكسفورد وأيضا تحتوي على مجموعة كبيرة من الأخصائيين الذين يعملون جميع أنحاء العالم ونقوم بمساعدة الحكومات أو الشركات القطاع الخاص بكيفية موائمة الأهداف المستدامة التي يضعونها لدينا أكثر من 250 خصائيا يعملون في أكثر من 60 دولة يساعدون الشركات والحكومات على أن تسعى في الوصول إلى المدن المستدامة كما قمت بالذكر سابقا بأننا سنتحدث عن كيفية توحيد هذه الجهود حتى نصل إلى الأهداف المستدامة بما يتعدى الحدود أولا يجب علينا أن نفهم ما هو معنى العالم المستدام هو عبارة عن مصطلح بسيط ومبسط إن تقوم بممارسته يشكل تحديا لنا قد أكون أنا قادرا على يمكنني أنا أن أصل وأولبي احتياجاتي الخاصة دون أن أؤثر على الأجيال المستقبلية وهذا هو جزء من الاستدامة بعض المبادئ الأساسية التي نطبقها عند أي مشروع نقوم به أولا عندما نبتدأ بأي مشروع هو أولا أن يكون هناك حفاظ على البيئة في أي مشروع نقومه في تخطيطها أو إعدادها وتصميمه وتطويره يجب علينا أن نؤكد على جميع المناحي التي يمكنها من خلالها الحفاظ على البيئة من خلال تخفيض الانبعاثات من خلال تقليل البصمة الكربونية وغيرها هذا يساعدنا على اتخاذ القرارات النقطة الثانية أو المستوى الثاني هو المساواة الاجتماعية أن تكون الخدمات كاملة سواء كانت صحية أو التعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية متاحة للجميع إذن النقطة الثالثة أيضا التي نؤكد عليها هي أن يكون هناك ازدهار اقتصادي إن كان هذا المشروع سيحقق ازدهارا اقتصاديا سواء كان على المستوى القريب أو البعيد الخطوة الرابعة من نظره هو الشراكات إذا نظرنا إلى المدن وأجندة التطور والتنمية يجب أن يكون هناك عدة لاعبين مثل القطاع الخاص أو القطاع العام والجهات الحكومية في هذه المدن لها دور في هذا التخطيط وهناك أطر لطبيعة الشراكة النقطة الخامسة وهي تبادل الخبرات والمعرفة هناك بعض المدن التي قامت بتجارب يمكنها أن تنقلها إلى غيرها حسب المشاريع التي قامت بها والخطوة الأخيرة وهي الحوكمة المسؤولة لأن الحوكمة هي جزء من الخطوات التي تتخذها للحكومة لتأكيد على استدامة المشاريع إذن هذه المبادئ الرئيسية الستة التي يجب علينا أن نتبنها عند النظر إلى مشروع يتعلق بالمدن المستدامة ولماذا نحن نؤكد على هذه المبادئ والعالم في هذا الوضع وفي هذه الحالة بحسب الوضع الحالي من التواصل يمكننا أن نتبادل الخبرات بشكل كبير جدا وأيضا سيكون هناك تأثير بسبب العولمة بأي مكان يتم فيه تطبيق مشروع معين يمكن أن يؤثر على دولة أخرى وخير المثال كانت جائحة كورونا أوضحت مدى الترابط بين دول العالم والتعاون الدولي بين الدول هام جدا خصوصا فيما بعد جائحة كورونا فبالتالي حتى نقوم بهذا لأنه عمل جماعي يجب أن يكون هناك مبادرات يجب أن يتم اتخاذها فبالتالي في العام 2015 تم إطلاق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من قبل الأمم المتحدة وبالتالي إن كان هناك أي مشروع يجب عليه مشروع مستقبلي يجب عليه أن يؤكد على تطبيق هذه الأهداف أو الوصول إلى هذه الأهداف المستدامة مثلا إن كان بما يتعلق بهدف الاستدامة البيئية يجب أن يكون هناك تحقيق لهدف الواحد فاصل خمسة درجة وأن يكون هناك تخفيض للإنبعاثات وكما ترون هذا المثال إن لم نكن قادرين على تخفيض الإنبعاثات سترتفع درجة الحرارة بأعلى من المستهدف في السنوات التي وضعت للخطة بـ 2030 وـ 2050 فبالتالي التحدي هو في عام 2030 وهو الخطوة الأولى لتحقيق أهداف الاستدامة بما يتعلق بإنبعاثات الكربون أغلب الدول قامت بالتوقيع على هذه الاتفاقية بعضها اختارت العام 2050 أو 2070 وغيرها ولكن نحن كعمل جماعي يجب علينا أن ننظر لهذه الجنة بما تحقيق أهداف 2050 هناك مصطلح يسمى الـ NDC كل شركة قامت بـ كل دولة قامت بالتوقيع على هذه الاتفاقية وهي لتخفيض الإنبعاثات الكربونية وإعطاء خطط لكيفية تخفيض هذه الانبعاثات وهي السياسات التي تعنى بها فبالتالي كل دولة من الدول هذه الاتفاقية بحسب التطورات المستدامة والتنمية المستدامة في هذه الدولة تندرج تحتها مسؤوليات لانخفاض الإنبعاثات ويجب أن يكون هناك مشاركة بين الدول كيف يمكننا أن نحقق أهدافنا بارتباطها مع 2015 والأهداف التنمية في هذه الإحصائيات توضح لنا مثلا الهدف الثاني عن وضعنا الحالي تقريبا حوالي 80% لم يكن لدينا بيانات كافية عليه أو أن يكون هناك انخفاض هنا بعض التحديات التي توجهنا في تحقيق هذه الأهداف لذلك يجب أن يكون هناك عمل إضافي لنصل إلى المستهدف الثاني أو مثلا الهدف الحادي عشر أيضا أعتقد 80% لا يوجد لدينا إما بيانات بيانات كافية أو يكون هناك جمود أو يكون هناك تراجع فبالتالي لم نحقق الهدف الحادي عشر وأهداف أيضا يمكن أن ننظر مثلا الهدف السادس عشر يتحدث عن العدالة والأمن والجهات أيضا السابع عشر أيضا الهدف السابع عشر حوالي 55% من المستهدف يجب أن يتم تحقيقه بعض الأهداف أو المستهدفات الأخرى نجد أن هناك بعض الإنجازات وأن الدول تسعى إلى الدفع للوصول إلى هذه الأهداف لكن بما يتعلق بأهمية الانتقال لتحقيق هذه الأهداف المستدامة تخفيض معدلات الفقر وزيادة الاستدامة في المباني الخضراء قد تكون هي الأهداف الأولى والأولوية الأولى لبعض الدول وقد يكون هناك بعض المسؤوليات التي تعلق بأهداف أخرى موجودة بدول أخرى فبالتالي إن كان هناك تطور طبيعي في الهدف الأول سيكون هناك تخفيض للفقر على مستوى العالم فبالتالي عندما نجد أن هناك بعض الدول على الرغم من هذا التطور أن يكون هناك إطلاع على هذه المستهدفات بحسب كل دولة على أحدها حتى يتم متابعة ومناقشة هذه التحديات مثل هنغاريا وغيرها النقطة الثانية التي أريد أن أتحدث عنها هي أن تحويل المدن إلى مدن شاملة وأن تكون مستمرة ومستدامة فبالتالي الآن نصف العالم أكثر من أربعة مليار شخص يعيشون في المدن وهناك توقع بأنه في العام 2050 سيكون أكثر من سبعين بالمئة من سكان العالم يعيشون في المدن وليس في القرى والمناطق نائية فبالتالي يجب علينا أن نتحرك بخطوات حتى تكون هذه المدن صديقة للأطفال أو صديقة للأجال القادمة أن تكون شاملة وأن تكون أيضا خضراء ومستدامة كيف يمكننا أن نطبق هدف الحد عشر أولا هناك خطة عمل محلية تتعنى بمحاولة تحقيق هذا الهدف هناك شراكات لتحقيق هذا الهدف لكل دولة هناك بعض الشراكات مع دول أخرى مثل الهند وألمانيا لمساعدة الدولتين على القيام بمشاريع معينة تساعد على تحقيق السهولة في التنقل في هذه المدن وعندما نحقق هذه الشراكات من الهام جدا أن يكون هناك إطار لجمع البيانات وإعداد التقارير والبروتوكولات وهناك أطر أساسية لتحديد السياسات التي يمكن أن تعد وتنشأ مثلا في أفريقيا لكيفية تحقيق هذا الهدف بعد ذلك حتى نقوم بتحقيق هذا المشروع وتطبيق هذا المشروع نحتاج إلى التمويل هناك يمكن لأشركات الخاصة القطع الخاص والمستثمرين أن يكونوا ذوي مبادرات في الاستثمار المالي وتمويل هذه المشاريع أيضا النقطة التي تليها أن يكون هناك نظر بشكل محلي إلى الموارد الموجودة في المنطقة يجب أن يكون هناك نظر إلى البيئة المحلية حتى نستفيد من مواردها إذن هذه الطريقة التي نساعد فيها الدول لتصل وتحقق الأهداف المستدامة الدول تقوم والمدن تتحول بشكل دائم تركيزنا هو أن تكون هذه المدن مستدامة وأن تكون شاملة وأن تكون مستمرة التكنولوجيا تتغير بكل يوم البيانات يتم جمعها بشكل كبير جدا أن يكون هناك مرونة هناك الكثير من مراكز المعلومات والبيانات التي يتم وضعها وتجهيزها في كل مدينة من المدن التي تقوم بمراقبة وجمع بيانات عن الطاقة عن الإبعاثات عن البيئة عن الاقتصاد وغيرها هذه البيانات تساعدنا في أن تكون حياتنا أسهل ولكن أيضا تساعدنا في إدارة هذه المدن الآن أصبح لدينا العالم الافتراضي بالإضافة إلى العالم الواقعي وهو الميتافيرس مع هذه التكنولوجيا المستدمرة والمستدامة يمكننا أيضا أن نقوم بمشاريع تخفيض انبعاثات الكربون واستخدام التكنولوجيا في الحياة اليومية وهذه التحديات تواجه كل مدينة من مدن العالم لكن عندما نقوم بتطوير المشاريع هذا سيؤدي إلى الازدهار الاقتصادي في المدن وسيسهل التنقل كما تذكرون إن نظرتم إلى الفعالية التي حصلت في العام الماضي ما نقوم به هو مشروعنا الذي نقوم به في أمريكا اللاتينية أو أفريقيا أو آسيا أو غيرها قمنا بإعداد هذا الموضوع العام كي يكون هو الأساسي هو الموضوع الأساسي يجب علينا أن نحصي الفجوة في التنقل هل يمكنك أن تشرح أكثر عن هذا الموضوع؟ الموضوع كان هو أن نراقب الفجوة أن لا نترك أحدا في الوراء وأن نستفيد من الجميع وأن يكون هناك فائدة من إغلاق هذه الفجوات مثلا في موضوع فجوات التنقل ما هي فجوات التنقل في المدن وما يمكننا أن نفعله لحل هذه الفجوات النقطة الثانية هي أن نأخذ عن الاعتبار جميع الأفراد من جميع الخلفيات لا يجب أن يترك أحد دون أن تأخذ احتياجاته بعين الاعتبار وأيضا سهولة الوصول نعم تبدو هذه الخطوات سهلة كما ترينها قمنا بتنفيذ مشروع في 2020 هذا كان مشروع عالمي لدراسة تأثير جائحة كورونا على النقل في العالم قمنا بالشراكة بالتعاون مع 50 أخصائيا وأكثر من 15 مؤسسة عالمية وقمنا بإعداد هذا التقرير التقرير يقول بأن بعد جائحة كورونا الاستثمار في وسائل التنقل أصبح أعلى في استخدام الدراجات أو التنقلات العامة وغيرها وليس سيارات فبالتالي عندما نقوم بإعداد أي مشروع يتعلق بالنقل المستقبلي إن كانت هذه البيانات تدعم صناعة القرار سيكون من السهل علينا الوصول للتمويل هنا نحن ما نقوم به هو أن نقيم ما هي الاحتياجات بما يتعلق بالبنية الهيكلية للبنى وأيضا النقل العام وما هي الاحتياجات لوضع مخططات للنقل ووسائل النقل بحسب كل نوع من أنواع وسائل النقل وأيضا نحاول أن نرى من هم الأشخاص الذين سيستفيدون من هذه الوسائل النقل مثلا بالنسبة للأطفال بالنسبة لكبار السن بالنسبة للنساء والفقراء وأصحاب الاحتياجات الاجتماعية هنا بهذه الحالة نقوم بتغطية احتياجات جميع فئات المجتمع ولا نترك أحدا وأن تكون الوصول سهلا للجميع مثلا في أفريقيا ما قمنا به أن تكون سهولة الوصول من خلال مد الطرقات لأن هناك الكثير من الأماكن والمدل التي لا توجد فيها طرقات كافية النقطة الثانية بعد بناء هذه الطرقات أن يكون هناك نظام لتنقل مريح ومتاح للجميع هذه الخطوة الثانية خطوة ثالثة في بعض الدول التي يمكننا أن نستفيد فيها من الطرق الموجودة وأنظمة النقل أن يكون هناك تواصل رقمي مثلا برامج تواصل الاجتماعي مثلا برامج تطبيقات الرقمية وغيرها هذا ما نحاول أن نسعى إلى الوصول في جميع دول العالم كيف يمكننا أن ننظر إلى موضوع الوصول بطريقة محدثة في المدن التي نعيش بها كما ذكرت بأنه من السهل من السهل أن نعبر عن هذه المشاريع والأهداف ولكن من الصعب تحقيقها أنت ذكرت هذه الخطوات ثلاثة هامة جدا لكن لا يجب علينا أن ننسى الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية قد لا يكون لديهم المهارات حتى وإن كانت لديهم سهولة الوصول والتواصل ولكن ليست لديهم المهارات الكافية لجمع البيانات واستخدامها فبالتالي أيضا أحد التحديات أعتقد أنها هي أن يكون هناك بناء للقدرات هذا المبدأ إن قمنا بتطبيقه أن يكون هناك تضمين لسهولة الوصول والتنقل أعتقد وأنا متأكد بأننا سنحقق أغلب الأهداف التي نسعى الوصول إليها مثلا على مستوى الأهداف المستدامة في الأمم المتحدة هناك بعض الدول التي تواجه بعض التحديات مثل التحديات التشريعية أو تحديات الاقتصادية والمالية وغيرها هذه الدول يمكنها أن تتعلم أو تأخذ من خبرات بعض الدول التي قامت بخطوات ومشاريع سابقة يمكننا أن نستفيد من خبراتهم وأيضا هذه المعلومات تكون مفيدة جدا والبيانات تكون مفيدة جدا للحكومات حتى تكون قادرة على صناعة قرارات مبنية على معلومات حقيقية فبالتالي عندما نريد أن ننظر نؤكد على هذه النقطة إلى الاستدامة يجب أن يكون هناك استدامة شاملة للجميع مثلا في أفريقيا عندما قلنا بأنه يجب علينا أن نبني الطرقات ونمد الطرقات هذه هي الخطوة الأولى وليست هي الهدف لكن يجب أن يتم مدى الطرقات حتى ننتقل إلى النقطة الثانية أو المستوى الثاني وهذا يحتاج إلى الوقت ولا يحصل في يوم وليلة فبالتالي هناك الكثير من المبادرات العالمية التي تحصل مثلا للوصول إلى الأهداف أحد المبادرات التي الآن تحصل هي تومي قاموا بها مبادرة التنقل المدني المتحول وأن نحاول أن نقلل الحاجة إلى التنقل فبالتالي يساعدنا على زيادة الأماكن والمساحات التي يمكن استفادة منها بدل لمدى الطرقات فيها أيضا من خلال إعادة التفكير في الطرقات الممدودة وطريقة التنقل وتحسين عليها يجب علينا أن نحسن من كفاءة المكانات أو الحافلات مثل مبادرة السيارات الكهربائية وغيرها هذا الموديل أو النموذج يتم استخدامه بالاستدامة في التنقل على مستوى العالم لتذكير لجمهورنا أن تكون الأسئلة في صندوق الأسئلة فقط أيضا مبادرة أخرى هي الاستدامة في التنقل للجميع Some for All اسم هذه المبادرة هي مبادرة عالمية هي لبناء عالم حيث يكون أنظمة التنقل هي الدافع لتغلب على تحديات القرن الواحد والعشرين ومحاولة التغلب على هذه التحديات المتعلقة بالأهداف السبعة عشر فبالتالي هناك الكثير من الأدوات التي يتم بناؤها وورقات نقاش بما يتعلق بالنظر إلى العالم على أنه قطعة واحدة وأن ينظر إليه أيضا بكل دولة على حدة فبالتالي من خلال هذه الأدات يمكنك أن تقرر أنه في حال مثلا استخدام السيارات الكهربائية أو تنقل كهربائية ما هي الأماكن التي يجب أن نغطيها وكيف وهذه المبادرة يتم تطبيقها وتكرارها في كثير من الدول لأنها أثبت نجاحا نحن نقوم بالتعاون مع تومي في أكثر من 35 دولة في العالم وفي هذه الدول هدفنا هو محاولة تحول في التنقل ويجعله مستداما وبناء على البيانات المحصات والمجموعة من قبل كل دولة يمكننا أن نستخدم أداة السياسات التي وضعناها لإعداد السياسات المناسبة لكل دولة على حدة بحسب احتياجاتها المحلية كما ذكرنا بأن هذه التحولات لا يمكن أن تحصل بيوم وليلة يمكن للأطفال أن يتم تعليمهم في المدارس عن الاستدامة لأنه تعليم الأطفال من سن المبكرة يساعدنا على أن يكون هناك مسؤولية مستقبلية للأطفال حتى يكونوا قادمة المستقبل ونحن نظرنا إلى مناهج المدارس وقمنا بالنظر إليها ووضعنا 15 أو 14 نموذجا تساعد على إعداد المناهج وإعادة صياغة المناهج بطريقة مستدامة هذه النماذج يتم دمجها وتضمينها في المناهج نعم هذه النماذج يتم تضمينها في المناهج وبعض هذه النماذج يمكنها أن يتم إدماجها بالعلوم أو في الرياضات أو في علوم الكمبيوتر أو الفيزياء وغيرها والتعلم لا يكون من خلال كتب نقوم بنشرها أبداً ولكن من خلال التعلم التجاربي حيث يقوم الأطفال والطلاب بالجلوس في ورشات عمل تعليمية عملية وهذا سيكون فرصة كبيرة على المستوى العالمي للشباب حتى يكونوا جزءاً كبيراً في التحول للإستدامة أيضاً أحد المبادرات وهي إعادة تخيل دول أو مدن العالم ننظر إلى المدن معينة ونرى ما هي المبادرات التي يمكن أن نستفيد فيها مثلاً من أفضل ممارسات هذا أحد المبادرات التي نعمل فيها حالياً النقطة الهامة التي نريد أن تحدث عنها وهي بناء القدرات هي نقطة هامة بحسب كل مكان معين أيضاً يكون هناك توعية سواء كان للأطفال أو للشباب أو للوافدين في أي مكان معين هذا أمر هام جداً في التحول المستدام والنقطة الأخيرة وهي أن يكون هناك رؤية وحلول ذات مدى طويل وليست علاجية لفترة صغيرة هذه بعض الأفكار التي نحن والمبادرات التي نقوم بالعمل عليها بشكل محلي أو عالمي نحن نسعى دائماً إلى التحول إلى المدن المستدامة وهذه المسؤولية ليست فقط مسؤولية الحكومة التغيير يبتدئ من أنفسنا وسنساعد فيها الحكومة على التغير وصنع القرار التغيير هذا أمر جميل شكراً لك أنا أحب هذه الجلسة الأفكار التي قمت بمشاركاتها والمبادرات بأنها يتم تكرارها ويمكن تطبيقها في أماكن أخرى شكراً لك على هذه المشاركة في هذه التجارب والخبرات والمبادرات وأحببت الطريقة التي أنهيت فيها هذه الجلسة يجب علي أن أغير مدينتي من خلال تغيير نفسي نعم التغيير ابتدئ من أنفسنا لدينا أسئلة تأتينا من المشاهدين والحضور سنبتدئ بأسؤال الأول السؤال الأول يتعلق بالتفرقة الرقمية كيف يمكن للمدن أن تتغلب عليه هذه الفجوة في التفرقة الرقمية مثلاً إن كان يمكنك أن تعطينا مثالاً حياً أعتقد أن هذا سؤال هام جداً الجميع أعتقد أن هذا هو تحدي سأعطيك مثال مثلاً في الهند في الهند هناك تفرقة كبيرة ليس فقط على المستوى الرقمي في التطور والتنمية الكثير من الأغنياء الكثير من الفقراء والحكومة حاولت أن تطور سياسات رقمية تجعل سهولة الوصول بين الجميع وتواصل بين الجميع مثلاً مبادرة ديجيتال إنديا بعد أطلاقها كان هناك الكثير من التحديات التي كان يتوقعها الناس بتطبيق هذه السياسة ما قامت به الحكومة هو إنشاء بنية هيكلية تحتية للإنترنت حتى يكون هناك وصول كامل الإنترنت لكل المدن والقرى عندما وصلت الشبكة للجميع انتقلنا إلى المرحلة قاموا بهذه الخطوة على جميع من أنحاء الدولة نعم بعد إعداد البنية التحتية للإنترنت نظروا إلى فكرة الأجهزة الأجهزة النقالة والهواتف كانت نقطة ثانية لمحاولة توفير أجهزة هواتف مخفضة السعر أيضاً النقطة التي تليها بأنه كل شاب يجب أن يكون لديه حساب بنكي ففتحوا ملايين الحسابات للأشخاص إذن لدينا الإنترنت لدينا الجهاز الذي يمكننا التحكم به في الإنترنت ولدينا حساب إلكتروني بنكي إلكتروني فما يحصل حالياً كل مطعم في كل مكان لديهم أنظمة الدفع الإلكترونية هناك الملايين من التبادلات التجارية والمعاملات التجارية التي تتم بشكل إلكتروني في الهند منذ تحقيق هذه المبادرة الآن ابتدأ الناس يتعودون عليها على هذه المبادرة أصبحت متقبلة من قبل الجميع والتغطية متاحة للجميع فبالتالي يجب أن يكون هناك بناء البنية التحتية حتى وأن يكون هناك بيئة حاضنة للتغير الذي سنقوم به أتحول الرقمي هذا مثال جميل جداً السؤال الثاني الذي سأستقبله أيضاً يمكن للجمهور معنا هنا والمشاركين معنا في هذه الجلسة يمكن أن يشاركونا بها سئلتهم سؤالي هو عن التمويل والمالية لأن هذا التحدي يعتبر من التحديات الكبيرة جداً في الاستدامة وهو لا يمكننا أن ننكر أنه جزء كبير جداً من التحول فبالتالي سؤالي ما هي المبادرات والنماذج والمنهجيات المبتكرة في التمويل لدعم مثل هذه المشاريع المستدامة أعتقد أنه أيضاً هذا السؤال هام نحن نقوم ببناء القدرات وبرامج بناء القدرات وكيفية إدارة الموارد مثلاً الآن نحن الطريقة التقليدية التي يتم فيها بناء الطرقات والبنية التحتية ستكون مسؤولية الحكومية إن كان لدي مثلاً مبلغ أريد أن نستثمره في هذه المشاريع الاختيار الأول هو مثلاً المائة دولار أو المائة مليون دولار في مشروع واحد يمكننا أن نستثمره بمشروع واحد أما الخيار الثاني أقوم باستخدام هذه المائة دولار من خلال المشاركة مع القطاع الخاص فبالتالي في هذه الحالة مثلاً في حال وجود أي مشروع مثلاً يتكلف خمسمائة مليون دولار مثلاً أريد أن نستثمر عشرين مليون دولار أسعى إلى الطلب من القطاع الخاص بالاستثمار بالمشاريع التي يقومون بها فبالتالي يمكن أن يتم الاستثمار هذا المبلغ بأكثر من مشروع التحدي هو بشكل أساسي كيف يمكننا أن نوضح العاهد على الاستثمار للمستثمرين ما يعنيه بأنه عندما تحك عندما يكون هناك إمكانية للفائدة المالية والأرباح يمكن للحكومة أن توضح وتركز على هذه النقطة حتى تستقطب المستثمرين أيضاً كثير من الأمثلة التي نراها وهي التعاون من خلال أن تكون البلديات تعطي فيها سكوكاً للمستثمرين أو للأشخاص الذين يريدون أن يودعوا في البلديات هذه السكوك البلدية تساعد البلديات على إنشاء هذه المشاريع وأطلاقها والتربح منها وإعادة الأموال للمودعين بها أيضاً هناك بحث كان في المملكة المتحدة يوضح بأنه أي مشروع يتم تمويله من الحكومة 80% كما ترون بأن المشاريع إن كانت بتمويل حكومي ترون بأنها تستغرق وقتاً أطول وتكاليف أعلى مقارنة بالقطاع الخاص لذلك الاستفادة من القطاع الخاص في بناء هذه المشاريع أيضاً سيوفر علينا التكاليف ويزيد أو يؤكد على فرصة الربح في كثير من الحالات السؤال الذي لجمهورنا العزيز على الإنترنت الذين يشاهدوننا من خلال منصات وقصة الاجتماعية وأيضاً ضيوفنا في الجلسة الآن معنا كنت أناقش معهم موضوع الاستدامة سألوني عن الحل لأنه لكل حكومة يجب أن يكون هذا الحل يستغرق وقتاً مثلاً الجائحة مثل كورونا والحروب والنزاعات لها نتائج قصيرة المدى مثلاً نتائج مثل بعد جاءة كورونا مثلاً إخفاض التلوث ما نراه بعد كورونا وبعد هذه الجائحة كأفراد حتى اختياراتنا تغيرت سلوكياتنا تغيرت إذا نظرنا إلى هناك طبعاً جانب سلبي للجائحة وكلنا عانينا منها ولكن الجانب الإيجابي أيضاً يجب علينا أن نراه وهو قمنا بتسريع تبني التكنولوجيا أذكر قبل كورونا عندما كان هناك مثلاً جلسات الفيديو للمحادثة والمؤتمرات كانت غريبة وأمراً غير منتشر ولكن الآن الجميع يستخدمون هذا النوع من التواصل أيضاً قبل كورونا كنا نسافر كثيراً لنذهب إلى الملتقيات والمنتديات أما الآن الفعاليات ابتدأت بالتحول رقمياً هذا شيء إجرابي لأن احتياجاتنا للسفر انخفضت بشكل كبير جداً أيضاً العمل من المنزل وتقافة العمل من المنزل كانت مشكلة كانت سواء كانت إيجابية أو سلبية قمنا بكثير من المشاريع الاستشارية وما وجدناه بأنه بعد تجربة العمل من المنزل كان هناك زيادة في الإنتاجية التي رأيناها من خلال البيانات المجموعة فبالتالي هي لا ترفع فقط الكفاءة وأيضاً تغير الطريقة التي يمكننا أن نبني فيها المدن فبالتالي الشركات ابتدأت بالتقليص المساحات للمكاتب أن يكون هناك عدم الحاجة لتواجد المكاتب في مراكز المدن بل يمكنها استخدام أماكن خارجية أيضاً هذه نقطة إيجابية حصلت بشكل طبيعي بسبب جائحة كورونا أجبرنا عليها لأنه لم يكن لدينا الخيار ولكننا وجدنا الجوانب الإيجابية وأنا متأكد بأن هذه الأهداف التنموية المستدامة من الأمور المتحدة يمكننا أن نحققها حتى قبل الوقت المتوقع بسبب التحول الرقمي من كورونا سؤالي هو للجمهور للجميع السؤال هو تخيلوا أن لديكم قدرة على تغيير واحد لجعل مدينتكم مستدامة ما هو التغيير الذي استقوم به؟ سيكون هناك وضع لهذه الإجابات على الورد كلاود وأريد أن إجابتي هي أنني سأقلل فرص السفر لدي هذا التغيير الكبير المستدام الذي استقوم به أيضا سؤال آخر أريد أن أطرحه عليك أتمنى أن تعطينا إجابة مختصرة عن جمع البيانات تحدث عن تخطيط المبني على البيانات كيف يمكن للمدن أن تجمع البيانات وتعد وتخطط للإستدامة المستقبلية؟ جمع البيانات منذ خمس سنوات يومنا هذا تغيير بشكل كبير جدا الآن هناك الموبايلات وأجهز الهاتف موجودة مع الجميع الكاميرات موجودة في جميع أنحاء المدن يمكن أيضا المدن حاليا تنظر إلى كيفية استفادة من المعلومات العامة التي يمكن تجمعها من الموبايلات وأجهزة الهاتف في تحسين عملية التخطيط للمدن المستدامة ولكن عندما تخدم هذه البيانات لصناعة الخرار يكون هناك أيضا بعض التحديات الإضافية لأن تحديات هذه البيانات لأن هذه البيانات يمكنها أن تجعل من مدننا ذكية لكن يجب أن يكون هناك سياسات توضح مثل سياسة البيانات المفتوحة وكيف يمكن جمع ويمكن الحفاظ واستخدام هذه البيانات يجب أن يكون هناك سياسات واضحة تتعلق بها البيانات المفتوحة فبالتالي أن البيانات كانت متاحة على بروتوكولات عامة هناك الكثير من الشركات التي تستفيد منها مثلا أعطيك مثال إن قمنا بوضع هذه البيانات مثلا بيانات نظام مترو دبي إن وضعنا هذه البيانات متاحة مثلا مثل أعداد الأشخاص الذين سيخرجون من هذه المحطة أو سيدخلوني هذه المحطة يمكنني أعلم أن مثلا المساحات التي يمكن استخدامها أو غيرها يمكنني استخدام هذه البيانات بصناعة قرار معين فبالتالي الشركات الناشئة يمكنهم أيضا استخدام هذه البيانات المفتوحة لتطوير أعمالهم وهذا أمر مثير الاهتمام لأن بعض المدن تستفيد من تجارب المدن الأخرى السؤال الأخير المتبقي من الجمهور وبعد ذلك لدينا جزء بسيط ممتع السؤال هو يتعلق بالمعرفة وأنا أحب أنك أنت ذكرت موضوع تبادل المعرفة بوجهة نظرك ما هو التكامل بين تبادل المعلومات وتسريع الاستدامة أعتقد أنهما متواصلين ومترابطين بشكل أساسي لأن العلاقة بينهما كبيرة جدا لأنني أذكر في أحد المشاريع في كينيا وطريقة التي رأوا بها المشروع في أبوظبي أو في دبي ذهبوا إلى كينيا وأرادوا أن يطبقوا هذا المشروع يكرروه في كينيا وأيضا في المرحلة الثانية أرسلوا أيضا أشخاصا لدراسة هذه المشاريع ولدراسة المشاريع وإدارتها فبالتالي المدن يمكنها أن تتعلم من مدن أخرى وأن تطبق في مدنها في دولتها فعندما يذهبون الأشخاص إلى دولة مثل الإمارات العالم المتحدة يمكنهم أن يطرحوا على أنفسهم أسئلة كيف يمكنني أن أستفيد من خبرة الإمارات العربية المتحدة في التطوير والاستدامة وغيرها وتطبيقها على أرض الواقع فبالتالي هناك الكثير من دراسات الحالات التي يمكننا أن نستفيد منها في تطبيق الاستدامة في مدننا شكرا لك دعنا ننتقل ونغير الجو ونستمتع بأسئلة هذا أو ذاك أي اختيارات شخصية أعتقد قد تكون اختيارات صعبة لكن أريد أن أخذ وجهة نظرك بها مدينة بتكنولوجيا متطورة أو مدينة ذات خضار والمساحات الخضراء المساحات الخضراء التواصل أو نقل العام أو الشيارات الكهربائية النقل العام السيارات السيارات الطرق الصديقة للمشات شهادات المباني الخضراء أو معايير الانبعاث الصفري أعتقد أن هذا صعب لأن هميتهما لا تتفاضل بينهما الاستهلاك الجماعي أو الملكية الشخصية نعم التعاون والاستهلاك الجمعي شكرا لك سندرا كوشيك في هذه الجلسة الممتعة شكرا لكم على استضافتي هنا سنقوم بمتابعة هذه الجلسات بعد انتهينا من جلستنا على الانترنت شكرا لكم سنراكم غدا في الجلسة الأخيرة من هذه النسخة الخاصة من حوارات المعرفة عن الاستدامة وهي ستكون مع روني حلو على الساعة الواحدة بتوقيت الإمارات العالم المتحدة شكرا لكم وسنراكم غدا